بيته هنا اشعره ماماوم بنستخدم در قطعًا من أننا أسلأ هنا حيو الشباب سلام عليكم معكم أخوكم وعاز أو عستيكو فرجعت لكم حلقة جديدة من لعبة أوجين إز هوم بالحلقة الماضية عرفنا شنو نساوي التولز تمام عرفنا شنو نساوي التولز وجمعنا كمان شوية خشب هدول فيعني عم تعلم ساعتنا للعبة لأنه لسا فيها شغلات كتير فرح نتعلمون شوي شوي مع بعض وقنت لكم بالحلقة الماضية إنه شو سابب الحلقة الجاي يعني هاي الحلقة فأنتولي في جزيرة تانية هاي هاي الجزيرة أنتولي يروح عليها لأنه فيها فيها زومبي وفيها إشباح وفيها مدرش وخو فخلينا نروح نجرب معنا مشكلة وكشان كمان نستكشف هالجزيرة إنه ما بعض شو فيها فأنا أول شي ما بعرف كون بدي روح لأنه ما في مكان يعني تطلع منه السيارة على ما أظم ما في مكان تطلع منه السيارة فيمكن نروح مشي على ما أظم خلينا نشوف يالله أول شي لازم نجهز حالنا من شان ناخد ناخد يعني أكل وشرب فخلينا نروح عند السوبر ماركت أول لجيب أكل زيادة أنا قدش معي أوكي واقف هون لأشوف طاب في السيارة خلينا نعبي بنزين كمان شوي بركي بدنا طيب قدش معي مي أوه أربط عشر حبة أوكي طمعاتها يجيب لي أكل بس أوكي يجيب لي أكل كذا واحدة يعني ما أظم أربع بكفي خمسة يا الله خمسة أوكي لاتس كو هي صار معنا أربط عشر بأربط عشر حلو مستهارة ما أظم بدي حدنا بدي تصبيت أو تصليح أيوة خلينا نصلحها ناخد هاي الطول أيوة أوكي تمام خلينا نعبيها بنزين كمان بالطريقي بنزين هني هاتس كوهو أوكي خلينا نجيب بنزين عبيلي بخمسة عشر كفي خمسة عشر إن شاء الله خلينا نجرب إذا احتجنا من نعبي زيادة أعمل هيك فيل هنشوف قداش تعبى أوكي تمام أوكي يا طيب خلينا نروح إلى شوف شلوم بقدر روح على هي الجزيرة أه نكن القطار هون موجود ها قطار موجود هون فما بعف إذا بقدر أركب بالقطار ولا لا حدري والله يمكن هون في قطار ثاني كمان خلينا نشوف أول شي نستكشف إذا في جسر إن شاء الله يكون في جسر نقدار أن نروح منه خلينا نشوف نستكشف على السريع يلا بسم الله ووه محدثين للعبة أوه فايت هلأ أنت بي خير حاجي هلو هاي لاتستوك لا أشك شكرا للمشاهدة حلو حلو عم حدسوا اللعبة كلش كل فترة شكلون طيب يا شباب رح نكمل هيك بهالطريق هذا الطويل لجنب الشاطئ ونشوف اذا بلاقي جسر او شي مكان نقدر ان هذا ان نروح منه ايو والله في جسر ليكو والله بسطفة يا شباب حلو حلو تمام تمام والله بديت من هون مشان اذا ما لقيت هون لاي قدام فمتاز في جسر ياخي ليش مطالع بالجنب الخريطة طيب اوكي حلو حلو فاناته خلينا نكمل من هون نيح معنواته مشان ما اروحوا اجي بالسيارة اروحوا اجي ماشي عفوا لانه ماشي مشكلة مشكلة يعني هو في بيت هنيك تعال نشوفه اوكي خلينا نشوفه بالله هو في بيت هنيك كمان ايو والله تشكله في بيت هنيك كمان فيني افتحو ايو والله فيني افتحو اللعب في غراض في بيكاكس اوكي وهذا شو في اكس اكس وفي شو هاد منديل والله في غراض يا شباب يا هاد البيت هذا شو هاد والله ما بعف شو هاد يا شباب في غراض لازم اشتري شنطة والله هلا بدي روح شوف عند ال عند السوبر ماركت بركب لقي شنطة يا اخي طيب هل الغراض خلي يون او ناخد الاكس لا خلي خلي كل شيء بمحله بعدين بعدين برجاء عرفت انه هون في غراض ممتاز خلينا نشوف البيت الثاني انا شايف هنيك في بيت خلينا نروح شوفه يالله هااااااااااااااااا اناك ب МУЗЫКА اmates دعني نرى هذا ماهو باب؟ ايه والله فيه باب بتاعنا ماهو ماذا؟ ماذا هو المكان ها؟ ماذا هاو؟ سيف حاوس تليبورتيشن تليبورتيشن ستارت؟ ماهو سيء هذا بنا نقول ماذا كان تنقلك؟ موقع الخيال؟ هاي آلة انتقال يمكنني مثلا استخدام هون هاي يمكنني مثلا ضيف شيء والله ما بعرف شو بدي ضيف او شغل من هدول تمام؟ وضيف هون شيء بعد نعمل له ستارت تليبورتيشن ستارت يعني اسمه ابدأ التنقل والله شيء غريب عند هاي وانا فيه هذا بيحط الاغراض اطلع اوكي اطلع عرفنا شو هاد؟ شكل آلة زمن ولا شيء الله اعلم ليكون هاي الآلة زمن مفوت عليها مشان ترجعنا بالزمن الوارا واستكشف هالخريطة او الجزيرة هاي والله شيء غريب اطلع بيحط على زمن مفوت اطلع روز عمي العب هذا مع ميهرب تعال تعال والله انا ما بأزين ونسيت ال... وين الهدا للسكين قالك اوكي فكرت نسيته والله وين راح الهدا هدا الغزال يكو ما فيني يضربو صيدو يعني شكلي بقدر صيدو اشتركوا في القناة 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 قبل ما يسكي قبل ما يسكي رعبا حبيب شو عنده هدا شكله فاضي هاد حمام وماذا شو ما عنده شي هدا شكله شو فائدته وحاطي اللي علامة على هدا مالين ما عندك شي كون لي بعده هاد 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 تبع الاكل اللي بشتري اكل وشرب عنده وهاد والله ما ندري نسيان بتذكر رحت اللي عنده ما لقيت عنده شي وهدا ما عنده شي شو وضعه هدا بتذكر ايا ستارت تريدينج ووو في عنده غراض ايوا في نقدر نشتري ملابس ملابس ووو في هون اسهم والله اسهم هاي شكله بتفيدني بتفيدني هالاسهم هون في عنده شربة في عنده بوط في عنده هاد ما اسمه بنطلون طائية وكنزة وحليب ملابس شو سيل ها هو شكله بمحتاج هون في سيل وهون في باي السيل يعني ازا عندك هالموارد تقدر تعطيها مثلا تحط له هاد السكين بدي اياها بيشتريها منها ب400 انا اظن انا مدري هون في شاكوش شاكوش اه بقدش يعني قدش السعر طيب حطوا السعر تحتها طيب مدري والله هدا ما عرفت انه يعني يمكن بيجيب غراض انا ما اظن بيجيب غراض منوعة نشيك عليه مرة تانية نشوف طيب هلا اسمه صار الليل شوي خليني رو اعمل نام يعني نام كمان خليني رو ع البيت نام وارجع ع الجزيرة سعرفوا لازم لازمني فلاشلايت ما فعني فلاشلايت ما لا والله ما معي ما بعف اذا بموجود باللعب فلاشلايت ولا لا خليني نام هيك ساعة بس مش هنصير الليل هلا قدش ساعات 18 حتى 19 هات 20 يلا اوكي هيك صار الليل هيك ان شاء الله ما يطلع عندنا هيك شي شبح يفلجنا او يجيب لنا الجلطة يلا بسم الله بدينا يا شباب والله شي بلش الوضع يكون مخيف من البداية ما بعرف ليش اوه الدوليب شب هون دوليب لازم انتغير والله شكلهم لازم انتغير الدوليب يا اخي طيب يا شباب لحد الان ما طلع ليش هاي الغرفة ليش يكمن ورا بالاخضر يعني مشان انه انه هي هي غرفة التنقل اوه غرفة ثانية هون غرفة شو هاي يا اخي جاباني يجربها بس ما ليعرفان شنو بدي استخدمها اللي عنده اي معلومة عن هاي عن هاي الغرفة يكتب لي بالتعليقات شو رايكون تعال تعال إلا تعال إلا الغرفة هاي خليني فوت عليها نشوف شو بصير تركي بصير شي بالليل يعني اوكي طفي شوف وضع بلش يكون مرعب والله شو تساي طيب يعني شغل هالدين شغل هدول لشوف شو بصير لشغلتو ولعب شو هاد في غراض اوكي في غراض هاي شكلها يعني كل غرفة شكلها في غراض اوكي حلو حلو لازم جي بالشنطة انا ليش مشان اخذ الغراض الي موجودين بهالغرف هاي مشان نجمعون حطن عندي في شي قدام شو هاد في شي اه هادول صخورة شكلهم اي اي صخورة دول اخي فكرتم في حدا واقف والله فكرت في حدا واقف طيب يا شباب ما ما لقيت شي ما طلع لشي ابدا لا زومبي ولا مخلوق غريب ولا ابدا ولا اي شي قبدا قبدا وانا في بركة مي بنص الخريطة قريبا مشان هيك هلا انا ما لقيت شي خليني ارجاع ما بعرف ما لقيت شي ممكن لازم يكون موقت معين يعني قبدا 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 ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 السيارة هيك المشكلة والله ما فيني اخدهم كلهم هيك الحملة وحدة طيب يا شباب الصنع البيت خليني حط هذا الدولاب هون خلينيشوف الان بوكس ايوه في عندي هون اثنين والله بس المشكلة شلون بدي وديون شلون بدنا نوديون هاي المصيبة خلينيشوف بقدر احمل كزا واحد اه بفرد مرة خلينا نجاري اوكي حط لي مثلا اه هيك فوق بعض مثلا نجاري بنحميل بيطلعوا تقالي والله ما بتزبوت يا شباب ما بتزبوت والله هي حالة اني صارت شغلة ما كانت بالحسبان تبع الدوليب ابدا شباب لقيت طريقة تقريبا بتفيد بتفيد شوي بس ما بحفزت تزبوت على الأربعة دوليب خلينا نجربه مثلا ناخد هاد دولوب تمام ونتفو اشياء معلي معليم تلاقوا السيارة موجودة هون رح حاول خلف الكواليس جيبة من هناك حطها هون ونرجع على جيبة مرة تانية واكتبوا لي كمان بالتعليقات شو نساوي بالحلقة شو نساوي بالحلقة الجاية شو فائدة الغرف اللي لقيناها واي شي يعني هيك عندكم معلومة تانية من شان الجزيرة هاي اكتبوا لي بالتعليقات مشان مشان ساوي بالحلقة الجاي فعلى العموم يا شباب هاي كانت حلقتنا لليوم بتمنى الحلقة عجبتكن لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس حطي يصلكم كل جديد كان معكم أخوكم معاز أو عستيكو والسلام عليكم اشتركوا في القناة